العميل صفر اول بطولة مطلقة لأكرم حسني تفتكروا زبطت ولا خيشت معي ما تيجون شو العميل صفر كانت فكرة محمد سين لكن اللي عمل لها السيناريو والحوار هو واقل عبدالله وما خبيش عليك هي حدودة تهرست فأل في فيلم عربي فردة أمن على الله حكيته اسمه صفر عبدالله شداد اسم صفر ده غريب بس هنا معمله إفاف الفيلم حكاه لك بعد شوية المهم لفردة الأمن ده بيحاول يبقى عمل سري زي جيمس بوند وبخدع تمه هيتحول للعمل صفر هيشكل فريق إنقاذ خاص بي الفريق ده هيساعده ينفذ عملية top secret وبتطور الأحداث هيتعرض لمجموعة من المواقف والأحداث الخطيرة اللي من خلالها هتشوف كوميديا زي ما قلنا ما تستهلناش فكرة جديدة في الفيلم لأنك بنسبة 100% شفت أفكار مشابهة من ناحية بونا الشخصية طبيعتها الأحداث المواقف هتشوفنا مثلاً نيمس بوند الشيطانة التي أحبتني غابي منه فيه أو حتى فيلم باول فلاوك مول كاف كلهم شخصيات كوميديا بتمر بأحداث خطيرة وهي بتعمل مهمات مختلفة وهنا هيكون بقى في استثناء يا طرى العميل صفر هيضيبئ في السيناريو طب الحوار هيقنعنا إزاي عشان نتفرج عليه وفي نفس الوقت يسبك الحبدوتة بحيث إنها تعجبنا الحقيقة إننا قدام سيناريو ممسوق لو خط ماشي فيه تسلسل أحداث ومفارقات لحد ما هتوصل لنهاية الفيلم اللي فيها صفرة هيحقق الهدف اللي سعى له لكن هل السيناريو الممسوق ده كان منطقي وخطوط الدرامية فعلاً مرسومة؟ هموت وحرق الفيلم عشان أجاوب السؤال ده بس يعني علشان انتو لسه ما شبتوش واللي نوي يتفرج هستنى شوية ومش هقول بس اللي هقدر أقوله إن أي حد هيشوف الفيلم هياخد باله من النقالات اللي مش منطقية في القطوط وتطور الأحداث والشخصيات المحورية اللي ممكن ما تركبش معيك ننقل عالشخصيات وفي البداية طبعاً من عند أكرم حسني اللي تعودنا نشوفه ضيف شرف في أفلام زي مستر اكس ناجر رجال السري ولكن هنا في العميل صفر كانت أول بطولة مطلقة لأقرم حسني بعد غيابه عن السينما في خمس سنين من وقت آخر أفلام والبدلة اللي شارك فيها مع تامر حسني واللي بالمناسبة كانت لنفس مخرج الفيلم ده كريم العدد الشخصيات اللي كتبت لأكرم حسني رغم تكرارها إلا إنها شايلة كتير من المفارقات اللي المفروض إنها تكون قادرة تضحكت شخص بسيط لا مؤهل ولا مضرب إنه يبقى عميل سري ده حتى الاسم نفسه في مفارقة مسؤول تسجيل الأسماء غلط وحول اسمه من سقر لصفر المفارقة دي كلها موجودة معنا في أحداث الفيلم لأن العميل صفر كان فاكر نفسه صفر مش قادر يدرك إن صفر ده حرفية هو صفر بيرمي كل اللي حواليه بخطر بس للأسف تمثيل أكرم حسني في أول بطولة له كان محبط شفت إنه ما يقدرش يشيل فيلم لوحده محتاج دايما بطل يشاركه في الفيلم ويشيل معه الأحداث عشان الفيلم يكون موزون والجمهور هيستمتع بالأداء ولكن للأسف بطولته مطلقة لجأ للكوميديا من التراز القديم يعني إفهات قديمة وسخيفة حراجات جسدية مبالغ فيها بيأكد فيها العدم الرشاقة وامتلأ جسمه ممتلئ ما تنسبش تماما إنه يكون عميل سر ده غير الأداء اللي كان ممكن يضحكك من 30-40 سنة فاته لكن دلوقتي ما تقتش وعشان ما نكونش في تارينة قوي يعني في شوية لقاتاتكم دي تتعدى على الصواب حاول تستفيد من خبرة العميل صفر في أصول وقواعد التأمين لكن بقي الشخصيات نقدر نقول إنهم عملوا اللي عليهم مش هبلغ لو قلت إن أصحاب الأدوار السنوية كانوا هم أبطال التمثيل الحقيقيين في الفيلم أسمى أبو اليزيد مصطفى غريب بيومي ثقاد أيمن الشيوي إنما منذر رحنة بقى فده بالنسبة لنا حدوتها الوحدة الفيلم وظف لهجة منظر رحنة بزكاء في الكوميديا وذي نقطة تتحسب للفيلم في المعتاد إننا بنزعك من لهجته الواضحة جداً لما دايماً بيقدم دور شخص مصري بنبقى عارفين من طريقة الكلام إنه مش مصري لكن هنا استغله ده بشكل كوميدي على السن لهجته مش مفهومة وإن ده إفين يعني نقدر نقول مشي وبمبدأ كل نفسك قبل ما حد يكلك فكن بسيعة إطلوب الأكشن كوميدي اللي اعتمد عليه المخرج كريم العدل في النص الثاني من الفيلم كان كويس جداً وواضح فيه الجهد المفزول في إخراجه وإن كان بحكم طبيعة الفيلم انتصر للكوميديا على حساب الحركة الجسدية المبلغ فيها أكبر اهتمام في الفيلم كان من نصيب الأغاني والموسيقى التصويرية هتستمتعوا بأغاني الفيلم جداً كتابتها كلمتها توزيعها أحلى مشهد في الفيلم كله بالنسبة لي وإن كنت هعتبر هو الفيلم وشكراً كان سكيتشي غنائي متوظف على أحداث مشهد أكشن حول المشهد تماماً من حلم الجدية لمشهد شديد الكوميديا تقييم من العميل صفر بالمتوسط لجيد بس لو عايز تفرج على الفيلم ده مع بنت أختك هتبسط قوليلي في الكوميتس إيه أكتر أغانية بتحبوها الأكرم حسني؟ ونوين تشوفوا الفيلم مع مين؟ سلام